موسيقى طيبة مساء وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار المفصلة من تلفزيون لبنان مساء الخير إرادتي هي صيانة الوحدة الوطنية هذا الكلام قاله رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أثناء استقباله رئيس وأعضاء السلك الدبلوماسي وما قاله الرئيس عون أيضا مواقفه برز فيها تشديده على قانون انتخاب على أساس النسبية الأمر الذي لاق تهنئة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري وفي الصراعي الحكومي أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على قانون تنبثق منه السلطة وفي الصراعي غدا جلسة لمجلس الوزراء بجدول عمل عادي فيما تنعقد جلسة تشريعية غدا وبعده في البرلمان وفي الناحيتين غياب لقانوني الانتخاب والموازنة في غضون ذلك موقف لكتلة الوفاء للمقاومة أيد النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة وقد برز لقاء الرئيس الحريري مع صفراء دول مجلس التعاون الخليجي كما برز ترأسه اجتماعا بخصوص أمن المطار والطائرات أمنيا قصفت مدفعية الجيش اللبناني مواقع المسلحين في جرود عرسال ورأس بعلبك وفي المنطقة تواغل للجيش العراقي على جبهة الموصل أما في سوريا فالهدنة تخرق بين حين وآخر وفي المواقف إيران تعارض المشاركة الأمريكية في مؤتمر أستانا عودة إلى مواقف الرئيس عون أمام سلك ديبلوماسي الوحدة الوطنية والنسبية عنوانان لهذه المواقف لمناسبة حلول العام الجديد استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بحضور وزير الخارجية والمختاربين جبران باسيل وأمين عام وزارة الخارجية والمختاربين عميد أعضاء السلك الديبلوماسي ومدراء المنظمات الدولية المعتمدين في لبنان في قصر بعبد الرئيس عون وفي كلمته أمام البعثات الديبلوماسية أكد أن الأولوية اليوم هي لتنظيم الانتخابات وفق قانون جديد يؤمن التمثيل الصحيح لكافة الشرائح ما يوفر الاستقرار السياسي كما أن مجلس النواب باشر بدورته الاستثنائية في معالجة اقتراحات ومشاريع القوانين المتأخرة والملحة وفي مقدمها الموازنة وقانون الانتخاب وأولى أولويات تنظيم انتخابات نيابية وفق قانون جديد يؤمن التمثيل الصحيح لكافة شرائح المجتمع اللبناني ما يوفر الاستقرار السياسي أما تخوف بعض القوى من قانون النسبي فهو في غير محله لأن وحده النظام الذي يقوم على النسبية يؤمن صحة التمثيل وعادلته للجميع وعليه قد يخسر البعض بعض مقاعدهم ولكننا نربح جميعا استقرار الوطن كما تطرق الرئيس عون إلى الأوضاع في المنطقة لسيما أزمة النزوح السوري وتداعياتها على لبنان ورحب بكل مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى حل سلمي سياسي للأزمة في سوريا كما دعا الرئيس الدول كي تتحمل مسؤولياتها كاملة وأن تتحرك حفاظا على مصالح شعوبها لأن تداعيات موجات النزوح الكسيف تهدد وجود جميع الأوطان واستقرارها لا يمكن أن يحمل لبنان وحده هذا العب نناشد دولكم أن تتحمل مسؤولياتها كاملة وأن تتحرك من دون إبطاء حفاظا على مصالحكم ومصالح شعوبكم لأن تداعيات موجات النزوح الكسيف غير المسبوقة في تاريخ المعاصر تهدد وجود جميع الأوطان واستقرارها وانطلاقا من هنا نطالب المجتمع الدولي بأن يعترف بخصوصية لبنان ويرفض أي فكرة لاندماجهم فيه كما نطالب دولكم بمؤازرة جهودنا للتوصل إلى الحل الوحيد المستدام لأزمة النازحين السوريين إلى بلدنا وهو في عودتهم الآمنة إلى بلدهم في هذا الإطار يرحب لبنان بكل مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى حل سلمي سياسي للأزمة في سوريا ونتمنى أن تأتي جميع المبادرات في سياق واحد فتنسجم فيما بينها وتصبح بالتالي كفيلة بإرساء قواعد حل طويل الأمد للصراع في سوريا وكانت كلمة لعميد السلك الديبلوماسي المعتمد لدى لبنان السفير جابريال كاتشيا الذي شدد على ضرورة أن يسود السلام والأمن في العالم وقال إن الدعوة إلى السلام ضرورية في كل مكان وعلى كافة المستويات وهي ترتدي معنى خاصة في الشرق الأوسط الذي عانى طويلا ولقد تمكننا هنا في لبنان واستوضعا إقليمي شديد للاضطراب من الإفادة باستقرار أمني بارز بفضل العمل الممتاز الذي يقوم به الجيش وسائر القوى الأمنية ما جنب الطوائف كافة من الدخول في دوامة العنف وقال كاتشيا أن تبني القرار 1701 في العام 2006 وقيم المجموعة الدولية لدعم لبنان في 2012 لخير دليل على اهتمام المجتمع الدولي المتواصل بالمحافظة على سيادة لبنان واستقراره واستقلاله كما على حسن سيري مؤسساته ممتاز عام السيادة لفضل العميش بإسلام الحياة للموضوع امتزوجها في عام السيادة في القناة السيادة من السيادة الغوية السيادة على التعرض للفضل العمل لسيادة لفضل الصغيرة يترك في الوطن الاجتماعي فالنسبة لبنان والرزمانة سيكون مستوى الاجتماعي ويجعله لتكون للميارة ويجعله في الوطن الاجتماعي المترجم الاجتماعي وفي حضور وزير العدد سلمج ريساطي رئيسة المحكمة الدولية الخاصة في لبنان التي رفقها نائب رئيس المحكمة القادرة الفريشي ورئيس قلم مكتب بيروت السيد كيفين مانيون ومدير مكتب رئيسة المحكمة السيد نيكولا جيو وهنأت رئيسة المحكمة الرئيسة عون بانتخابه رئيسا للجمهورية لافتة لأنه أول لقاء لها مع رئيس الجمهورية ومن ثم عرضت عمل المحكمة والتعاون القائم بينها وبين لبنان ولسيما في الشق الإداري والمالي الرئيس عون رحب برئيسة المحكمة متمنيا للإصراف إصدار الأحكام لأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة مطالبا بمزيدا من الشفافية المالية والإدارية في عمل المحكمة لسيما وأن لبنان يساهم بنصف الميزانية المالية الخاصة بها كذلك استقبل الرئيس عون وفي حضور رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كانعان السيدة مونة الشامي من البنك الدولي وعرض معها التعاون القائم بين لبنان والبنك الدولي في مختلف المجالات وبعيد الظهر الرئيس عون في الاحتفال السنوي بعيد القديس مارا أنطونيوس الكبير أكد من الدير الأنطوني في الحدد العمل للبنان نجمة الشرق الأوسط داعيا اللبنانيين إلى الاعتماد على أنفسهم من أجل بناء وطنهم لا الاعتماد على أي جهة أخرى رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مشاركا واللبنانية الأولى السيدة نادية الشامي عون الرهبانة الأنطونية في احتفالها بعيد القديس أنطونيوس الكبير أبي الرهبان شدد على أن القيمة اللبنانية والتعلق بالأرض كفلان بتأمين ازدهار لبنان الذي ننشده جميعا وفي دير مار أنطونيوس الكبير في الحدث شدد الرئيس عون أيضا على أن بناء الدولة يعطي الأمان لللبنانيين وزاد ان شاء الله خلال هذا العهد وبمساعدة الجميع ينتعش لبنان الذي أحلم أن أراه نجمة الشرق الأوسط وهذا ما سيكون عليه وفي حضور حجل من السياسيين والروحيين والمؤمنين ورئيس الدير الأب جورج صدقة ومدير المعهد الأنطوني الأب غسان نصر الرئيس العام للرهبانة الأنطونية الأباتي داودر عيدي توجه إلى رئيس الجمهورية العماد عون بالقول نتمنى أن توفقوا في مسعاكم لإرساء لبنان المتنوع بتركبته المميزة وفي قداس عيد مار أنطونيوس الكبير الذي رأسه الأباتي داودر عيدي لفتر عيدي إلى أن هم الأنطونية هو بناء مواطن يتمتع بأخلاقيات راقية وإذا نظرنا إلى الوطن نرى أن مدارسنا ومؤسساتنا الكنسية هي أهم معقل للطلاق والانفتاح بين اللبنانيين ولا نرضى بديلاً عن الشراكة والتعاون مع إخوتنا المسلمين وما يسمى بالتوازن الطائفي في عالم السياسة ما هو إلا المجال الطبيعي للتداخل الإنساني والدني والفكري والأخلاقي في عالم الدين والمجتمع والمواطنة العيدي وجه التحية للرئيس عون وللجيش والقوى الأمنية ولجميع المخلصين في بناء الدولة والوطن وفي نهاية القداس قدم الأبات العيدي للرئيس عون النسخة الرقم واحد من أول إنجيل في اللغة العربية طبعة في لبنان وكان محفوظاً في داير مارشعيا في برمانا وأعادت الجامعة الأنطونية طبعه المترجم للقناة مع عدد من الناجين في حضور رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير والقنص للعام في اسطنبول هانش ميطلي وجدد باسيل التعازي لأهالي الضحايا واطمأنه إلى حال الجرحة مستمعاً إلى شهادات الناجين من الاعتداء وإلى كل التفاصيل القانونية المتعلقة بالحادثة الأهالي والناجون شكروا وزيراً خارجية على الجهود التي بذلها من خلال متابعته وإشرافه المباشر ومواكبته لمجريات الحادث الأليم بعد الاجتماع سلم القنصر شميطلي أصحاب العلاقة الأغراض الشخصية الخاصة لأبنائهم التي جمعتها القنصرية العامة في الأيام التي تلت الحادث من شرطة مكافحة الإرهاب التركية وبإشراف المدعي العام في اسطنبول وكان باسيل قد وجه كتاب تنويه إلى القنصر العام شميطلي موثنياً على الجهود التي قام بها مع طاقم القنصرية منذ وقوع الحادثة وفي تركيا سفاح اسطنبول اعتقلته الشرطة التركية وقد اعترف بن جريمة ورئيس الوزراء التركي يعلن أن الإرهابي نفذ الهجوم بتوجهات من تنظيم داعش سفاح اسطنبول في قبضة الشرطة التركية بعد مرور سبعة عشر يوماً على الحادث المأسوي الذي قضى فيه تسعة وثلاثون شخصاً ليلة رأس السنة في مالهارينة السفاح اعترف بتنفيذ الهجوم بعد إلقاء القبض عليه في ساعة متأخرة من يوم الاثنين وتطبقت بصمات أصابعه مع تلك التي رفعت من مكان الهجوم وهو أزباكستاني وتلقى تدريباته في أفغانستان ويدعى عبدالقادر مشاريبوف وهو يعرف أربع لغات وتلقى تعليماً جيداً رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم أوضح أن السلطات التركية اعتقلت حوالي خمسين شخصاً منذ ليلة الهجوم حتى تمكنت من القبض على مشاريبوف وأوضح أن من بين المعتقلين ثلاث نساء إحدهن من مصر وشخص عراقي وأضف رئيس الوزراء التركي أن منفذ الهجوم دخل إلى الأراضي التركية بطريقة غير شرعية في كانون الثاني 2016 وأكد أنه نفذ الهجوم بتوجهات من تنظيم داعش وكانت فرق مكافحات الإرهاب التركية بالتعاون مع جهاز المخابرات تمكنت من صيد ثمين مساء الاثنين بعد سلسلة عمليات دهم وتفتيش أسفرت أحدها عن القبض على زوجة منفذ الهجوم وتوصلت المخابرات التركية إلى معلومات تشير إلى أن مطلق النار يقيم في شقة في اسطنبول مع ابنه البالغ من العمر أربع سنوات وفور تلقي البلاغ داهمت الفرق المنزل وألقت القبض على مشاري بوف وابنه ورجل آخر كرغيزي الأصل يملك الشقة المفروشة التي أقام فيها وفي الشقة عثرت الشرطة على 197 ألف دولار يعتقد أنها ثمن المجزر التي ارتكبها ووثائق مزورة وأسلحة الرئيس نبيه بري تحادث مع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مهنئا بالكلمة التي ألقاها أمام سلك ديبلوماسي وما تضمنته من مواقف حول مختلف القضايا وفي عين تيني سلسلة لقاءات للرئيس بري منها ما يتعلق بملاف الكوستبرافا رئيس مجلس النواب نبيه بري بحث في سلامة المطار مع النائبين أكرم الشيب ووائل أبو فعور ومفاوض الحكومة لدى مجلس الإماء والأعمار وليد صافي وأجرى البحث في ضرورة معالجة المشاكل الموجودة أكان بالنسبة إلى مطمر الكوستبرافا أو لنهر الغديد رئيس المجلس عرض مهمات قوات اليونيفل في الجنوب والوضع في لبنان مع مبعوث الأمم المتحدة ومساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام القاسم وين الذي لفت إلى أنه تم التداول حول تطبيق القرار 1701 مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ملتزمة بقوة لدعم الهدوء والسلام وخلق الظروف الملائمة للحلول الطويلة الأمد التي تساعد لبنان لتحقيق التقدم والازدهار تجديد على ضرورة التوصل إلى قانون انتخابي عادل عبر عنه رئيس أساقفة بيروت للموارن المطرانبولوس مطر بعد زيارته الرئيس بري يرافقه رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن تشرفنا بزيارة دولة الرئيس نبيه بري رئيس المجلس النيابي برفقة معالي الشيخ وديع الخازن رئيس المجلس العام الماروني تدعوته إلى حضور القداس في عيد مارمارون 9 شباط في كنيزة مارمارون نجم بيزي وطبعا تداولنا بشؤون الساعة والشؤون الوطنية وتمنينا له وللمجلس النيابي جلسات مفيدة بالنسبة للتشريع بالنسبة لمستقبل لبنان وتمنينا أيضا أن نتقدم كلنا للوصول إلى قانون عادل ويضمن مصالح لبنان بالنسبة إلى المجلس النيابي الجديد الرئيس بري استقبل الوزير السابق طلال المرعب وكما استقبل سفير الباراغوي في زيارة وداعية من جهة أخرى أبرق بر بصفته رئيسا للاتحاد البرلماني العربي ورئيسا للمجلس النيابي اللبناني إلى رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي مهنئا بانتخابه رئيس الحكومة سعد الحريري رأس قبيل المساء اجتماعا لمتابعة البحث في ملف سلامة الطيران الحريري بحث في شؤون الإعلام مع الوزير من الحمرياشي كما التقى وفدا من مجلس القضاء الأعلى رئيس مجلس الوزراء التقى سفراء دول مجلس التعاون الخليجي ملف الإعلام بأكمله إضافة إلى قانون الانتخاب كان مدار بحث بين رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير الإعلام من الحمرياشي الذي نقل عن الرئيس الحريري إصراره على قانون انتخاب جديد حكينا بالخطة التي نحضرها لتحويل وزارة الإعلام لوزارة التواصل والحوار وأخذت تعم دولة الرئيس بهذا الموضوع ورح يسمي أحد النواب لمساعدتنا بإعداد القانون المناسب لها الغاية وحكينا شوي بقانون الانتخاب وكان الرئيس مصر على أن يكون هناك قانون انتخاب جديد تنبثق عنه السلطة في لبنان وحول دعم الصحف اللبنانية قال وزير الإعلام خلال عشرة أيام بيكون كل الصورة صارت واضحة ورح نعلنها سواء نحن وضالة الرئيس خطة متكاملة لدعم الإعلام في إمكانية إذا ما في إمكانية لمساعدة الإعلام الورقي إذا صح تعبير ماليا في إمكانية لمساعدته بطريقة غير مباشرة أي أعفاؤه من بعض الرسوم الضريبية والجمركية رئيس الحكومة رأس اجتماعا خصصا لبحث أوضاع مطار رفيق الحريري الدولي وحضره الوزيران نهاد المشنوق ويوسف فينيانوس وأكد وزير الداخلية أن هناك أمور بحاجة إلى وقت لافتا إلى تركيب ستة عشر جهازا لإبعاد الطيور وأشار إلى أن البحث تناول موضوع الأمن والإنارة والزحام السير والتنظيفات سفراء الكويت قطر الإمارات والقائمان بأعمال السفارة السعودية وسلطنة عمان حضروا إلى السراي والتقوا الرئيس الحريري وقدموا التهنئة وجرى تداول في مجمل المسجدات والعلاقات الثنائية بين لبنان ودول مجلس التعوني الخليجي الرئيس الحريري وخلال لقائه وفد مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي جون فهد أكد أهمية استقلال القضاء كأساس لإرساء دولة القانون متمنيا وضع تصور لمعالجة الصعوبات التي تعاني منها المحاكم مبديا استعداده الكامل لتقديم كل التسهيلات ومشيرا إلى أنه على توافق مع رئيس الجمهورية حول أهمية الإسراع بذلك الرئيس الحريري التقى وفدا أممي برئاسة مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام القاسم وين وحضور قائد اليونفل في لبنان الجنرال مايكل باري في إطار مراجعة استراتيجية التي تجريها اليونفل وقال وين إن الهدف توفير مستوى أعلى من الفعالية ينعكس بشكل ممتاز على لبنان والأم المتحدة والمنطقة من زوار السراي الفنان هيب القواص ملف الإعلام تابعه الوزير الرياشي مع وفد من رابطة خريجي الإعلام برئاسة عمير مشموشي وتم البحث في شؤون المهنة ولسيما أزمة الصحافة المكتوبة ولسيما الأزمة التي تمر بها الصحافة الورقية والعاملين في الإعلام بشكل خاص وتقدمنا من معاليه بمذكرة تتضمن بعض الاقتراحات المتعلقة بالمهنة وبأداب المهنة وأخلاقية المهنة بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح في الرابي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل يؤكد أنه في حال رفضت القوة إقرار القانون بحق للمواطنين أن يثوروا على السلطة السياسية قانون الانتخاب التي تمنع عنهم الانتخاب عبر التمديد لمجلس النواب أو عبر الانتخاب وفق قانون لا يعكس صحة التمثيل باسيل شدد على أن التيار لن يقبل بالتمديد الثالث لمجلس النواب ولا بقانون الستين مشيرا إلى الكثير من الخيارات السياسية والشعبية لمنع فرض أي أمر واقع محتوم باعتماد الستين بقانون الانتخاب في عنا قضية مساء وفي عنا قضية إصلاح هيدا المساء يلي بدأ تصحيحه مع انتخاب رئيس الجمهورية العماد عون ومع تأليف حكومة الوحدة الوطنية الحالية لا يمكن إلا أن يستكمل بالمجلس النيابي من خلال قانون انتخابي بصحح التمثيل الغير صحيح اليوم بالمجلس النيابي وبإصلاح القانون الانتخابي سياسيا وماليا وأعلميا وكل ما يستوجب لللبنانيين يكونوا عم يمارسوا هذا الحق بشكل عادل وتمثيلهم صحيح وما فيكنت غيروا قانون الانتخاب ايه شو بتعملوا لو فكرنا هيك ما كان العماد عون اليوم رئيس الجمهورية وما كنا قرينا قانون الجنسية وما كنا عملنا حكومة فيها تصحيح بالتمثيل ايه وكنا بعدنا محلنا لا فينا نعمل كتير واليوم نحن بالوقت ياللي بنعمل أكتر أول شي في كتير ايوة سياسية معنا وفي أهم شي الشعب اللبناني معنا هيدا أول شي وفي عنا غطى دستورة سياسة من رأس الجمهورية من فوق ما في أعلى منه الجمهورية من هونيك منبلش من فوق ومن تحت من عند الناس وهو دي بدهم يلتقيوا مع بعضهم على قانون انتخاب والرفض طبعنا ما حدا ياخدوا انه مسحة كتلة الوفاء للمقاومة كررت رفضها الإبقاء على قانون الستين للانتخابات النيابية النائب حسن فضل الله أوضح أن موقف الكتلة هو تأييد قانون النسبية الكاملة على أساس لبنان دائرة واحدة أو الدوائر الموسعة الكتلة توجهت التعازي لإيران بوفاة الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني وإذ رحبت الكتلة باستئناف عقاد الجلسات التشريعية في مجلس النواب فإنها رأت في ذلك مؤشرا واعدا على تعاون السلطات الذي بدأ مع صدور مرسوم فتح الدورة الاستثنائية وعلى عودة الانتظام في عمل المؤسسات الدستورية ثم عرضت الكتلة لمآلت إليه الاتصالات والاجتماعات حول صيغة قانون الانتخاب فجددت تأكيدها على اعتماد النسبية الكاملة في الدائرة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة كصيغة تلتزم المناصفة وتؤمن الشراكة الحقيقية وتحقق صحة التمثيل وفعاليته مشددة على رفضها قانون الستين والتمديد معتبرة أن وضع قانون جديد للانتخاب هو تعهد التزمته الحكومة في بيانها الوزاري رغم معرفتها المسبقة بالفترة المتاحة لها من أجل إنجازه إن الإخلال بهذا التعهد سيؤثر حكماً على الثقة بحكومة استعادة الثقة فصل فنواصل من جديد أهلا بكم مشاهدين الكرام الرئيس أمين الجميل بحث في القاهرة مع شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد محمد الطيب وبابا الأقباط وادرس الثاني في الحالة الدقيقة التي تمر بها المنطقة وتداعيات التطورات على العلاقات بين الأديان صوت الاعتدال أقوى من نشاذ الإرهاب هذا ما أكده رئيس أمين الجميل من القاهرة بعد لقائه بابا الإسكندرية توادرس الثاني الذي راهن على انتصار لغة الحوار على كل أنواع الإرهاب الجميل الذي قدم للبابا التعازي بالشهداء الذين سقطوا جراء الاعتداء الأخير الذي استادف الكاتدرائية المرقصية في العباسية أشاد بشجاعة الأقباط وبموقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أعرب عن شجبه كل أنواع الإرهاب وقلد البابا الجميل أيقونة العائلة المقدسة أنينا لواقع الطائفة الكبتية الكريمة برعاية الرئيس السيسي الذي قدم كل الدعم والعون للكنيسة الكبتية وهناك علاقات عريقة وقديمة بين لبنان ومصر ولبنان والطائفة والأقباط في مصر ولذلك كان هذه الزيارة ليست فريدة من نوعها ونفرح دائما باستقرار لبنان وبنهنيه بالرئيس الجديد وبرئيس مجلس الوزراء وباستقرار المؤسسات في لبنان ولبنان تهم مصر ومصر تهم لبنان تطورات المنطقة ومحاربة التطرف محور اللقاء الذي جمع الرئيس أميل جميل مع شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد محمد الطيب الذي شدد على أهمية الاعتدال في مواجهة الإرهاب معتبرا أن الأزهر يقوم بدور تاريخي وإنساني في مواجهة الإرهاب ويشكل مدخلا صحيحا للاستقرار والسلام اجتماع للجنة المال والموازنة والنائب إبراهيم كانعان يؤكد أن الجميع يريد الموازنة معضلة القطع الحساب من جديد إلى التداول والاتجاه إلى معالجة هذه الحسابات المالية دون أي تسوية تمنع المحاسبة أو إعطاء براء الظمة ودون أي خلفية سياسية هذه خلاصة المؤتمر الصحفي لرئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كانعان بعد جلسة للجنة تناولت مع وزير المال علي حسن خليل الوضع المالي ومسألة قطع الحساب الغير منجز منذ سنوات وكنعان أكد أن الهدف إنجاز موازنة فيها إصلاح حقيقي تحت سقف الدستور والقانون موضحا أن وزارة المال تقوم بجهد كبير لإنهاء الحسابات المالية وقد لا تكون جاهزة قبل أشهر ونبحث بصيغة قانونية تبقي الذمة مفتوحة وعن مصير سلسلة الرتب والرواتب قال كنعان هناك أمل أن يكون هناك موازنة تتضمن هذه السلسلة حسب مفهمنا من وزير المالية أنه بمشروعه هذا الأمر منه محطوط على جنب يعني هو طارح المسألة لكن طبعا هذا النقاش بمجلس المزرع هو بقرر بالحكومة نحن بمجلس النواب كذلك الأمر عندنا مشروع سلسلة موجود أصلا من دون الموازنة فينا نرجع نبحث فيه ونقره إذا الإرادة السياسية عند الكتل متوفرة ما رح نعدم وسيلة أنه نقدر نقر السلسلة أكاينت بالموازنة أو كاينت خارج الموازنة لجنة الأشغال العامة تطرقت إلى سلامة المطار مؤكدة أن سلامة طيار المدني خط أحمر وحياة البشر أولوية نائب جوزيف معلوف أنهى اقتراح قانون في اللجنة الفرعية التي ترأسها متعلق بعقود النفط والغاز واللجنة ستقدم تقريرها بصغته النهائية لقاء جمع سليمان وسلام في المصيدبي وتشديد على حصول الاستحقاقات في مواعيدها إدارة حكيمة للحكومة انتهجها الرئيس تمام سلام في فترة الشغور الرئاسي ما أدى إلى استقرار نعم به لبنان في ظل الحرائق المشتعلة في المنطقة الكلام للرئيس ميشيل سليمان الذي زار المصيدبي مشيدا بأداء الرئيس سلام خلال توليه رئاسة الحكومة هذا الاستقرار الأمني اللي بقي بلبنان مستمر هو بفضل الحكومة الانتقالية اللي كانت عم بتأمن الأجوال أكيد هذا الكلام يمكن سهل هلأ نسمعه لكن بالتطبيق ما نسهل والعبرة الليزم ناخدها أنه ما نجعل البلد بمهب الريح الرئيس سلام رأى أن الرئيس سليمان كان خير قائد للبلاد ولو أن فترة الحكم التي جماعتهما كانت لبضعة أشهر داعيا إلى حصول الاستحقاقات في مواعيتها نتطلع إلى هذه الحكومة الجديدة بثقة وبأمل لأن يتم التوافق من حول ما هو مطلب عند الجميع اليوم وهو الانتخابات النيابية العامة في ظل قانون جديد إن شاء الله أو في ظل أي قانون ولكن هذا الاستحقاق هذا الامتحان هو من حق الشعب اللبناني وللشعب اللبناني فرصة لتعزيز هذا النظام الديموقراطي نأمل أن يتعاون الجميع ليتحقق وزميل جلال عساف يلقاكم في محطة إخبارية جديدة في الحديثة عشرة وثلث إلى اللقاء غادة وأنا وفريق العامة نشكركم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر